ثلاث عقوبات للمرأة التي تمتني عن زوجها بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور أحمد راجع في فيديو جديد أول حاجة المرأة التي امتنعت عن زوجها بدون عذر تلعنها الملائكة حتى تصبح الزوج دعاها قالت له لا أنا مش عايز يجي العقوبة أيوم امرأتي دعاها زوجها فأبت لعنتها الملائكة يعني دعت عليها بألا يرحمها الله اللعنة والطرد من رحمة الله والملائكة ما بتعملش زنب يعني دعاها مستجاب أمره بترخط كبيرة من الكبائر والنهاردة كتير من الستات لأسف يعني بقى لأدفع الأسباب بترفض لا أمره بتالخطور أول عقوبة إلا حضرتك تلعنك الملائكة حتى تصبحين العقوبة التانية من دعا امرأة النبي قال الحديث الاولان ده في البخاري ومسلم الحديث التاني ده في مسلم الحديث صحيح من دعا امرأته إلى فراشه فأبت فإن الذي في السماء يظل صاخطا عليها حتى يرضى زوجها يبقى اللعنة حتى تصبح الحاجة التانية إن ربنا يفضل صاخط عليها لغاية ما جوزها يرضى أنا لو واحدة ست يعني الموضوع ده حيخوفني جدا لا يعني خد حقك حقك ده الإسلام شدت جدا في المسألة دي العمر التالت اللي حضرتك كده خلفتي وعصيتي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام عصتيه هو اللي قال لو أن رجلا دعا امرأته فلتجب وإن كانت على التنور التنور يعني الفرن قاعدة في الفرن ومشغولة وبتخبز وتعبانة أو مش في المود قوي وزوجها لها لو سمحت إحنا عايزك دلوقتي تسيب اللي في إيديها وتشوف زوجها هيعايز إيه طبعا وتتزيل له أو تتطيب له حتى آآ ترضي زوجها بكرر إحنا مش بنرضي الزوج للزوج يا ستة لو أنت مش يعني مش خمسين في المية مواد ده إحنا بنطيع ربنا فيه ده ده دين وإسلام أنا عارف ستات كتير عتهاجمني وعتقول لي لا أو مش عارف إيه طب في الحق المرة أنا مش حقول في فيديو واحد كل حاجة أنا بدي نبزة معينة على حاجة معينة فأنت يا ستة لازم تخلي بالك من القاضية دي اللي انتشرت جدا 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 وتهاول فيها كثير من نساء نديجة الجهل بأحكام الشر حزاري من تالي حاجة معصية للرسول تلعانك الملايكة حتى تصبحين يظل ربك يساخطان عليك حتى يرضى زوجك في الأمر في منتهى الأهمية دعونا الفيديو بشيره عليك واشتراه في القناة شوفي كل مرة الجهة والسلام عليكم